موسيقى السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيع لنا لمزيد من العطاء والتألق يا الله حقا ما أصعب أن يظل الإنسان يعمل الطاعات ويسعى لفعل الخير ولكنه بكل أسف يسبق عليه القول فيكون من أهل النار ولعاذب الله بسبب وقوعه في ذنب قد لا يلقي له بالا واليوم أحبابي في الله سنتناقش معا أمرا في غاية الأهمية لذلك ركز معي أرجوك ليتبين لك الموضوع بشكله الصحيح علامة إن ظهرت عليك يجب أن تسارع فورا بعلاجها فهي دليل قاطع على أنه من يدوم عليها يكون من أهل النار مهما كان عمله أو صلاته أو صيامه والأمر ليس مبالغا فيه بل هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا قال ثوبان يا رسول الله سفهم لنا جدهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقواما إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها رواه ابن ماجع وصححه الألباني في صحيح ابن ماجع ولكي نوضح لك الأمر أكثر المقصود حبيبي في الله هو أنك من الممكن أن تكون تصلي وتصوم وتفعل الخير ولكن بكل أسف عندما يأتي عليك الليل أو عندما تكون بمكان بمفردك تفعل المعاصي مثالا بسيط على ذلك قد أظهر للناس أنني لا أحب سماع الأغاني أو مشاهدة المواقع الإباحية مثلا ولكن عندما أكون بمفردي أسمع وأجاهد كل تلك الأمور يأتي الصباح والزحام أكون قضوة لكل من يعرفني ويأتي الليل والخلوة وأفعل كل شيء ومعصية تراودني هذه الأمور هي انتهاك لحرمات الله عز وجل والأمر هنا شديد العقاب حيث أن الله عز وجل يعاقب الإنسان الذي يقوم بفعل هذا الشيء بأنه لا يقبل منه حسناته بالرغم أنها مثل جبال وليست هينة ولكنها لا تقبل والسبب في ذلك أنه كان يخشى فعل الذنب أمام الناس ويوهم الناس أنه إنسان صالح أما في خلوته كان لا يخشى الله عز وجل ولا يتذكر أنه يراكبه وكان يفعل كل المنقرات والذنوب والمعاصي والسؤال الآن هل هذه العلامة تنطبق عليك أم لا هل عندما تكون بمفردك تقوم بارتكاب المعاصي وتنسى أن الله عز وجل يراك إن كنت كذلك فسارع بالتوبة يرحمك الله ولكن لا تقلق إن البشرة السعيدة حقا أن الإسلام دين سمح والله عز وجل يقبل التوبة والحسنات يذهبن السيئات لذلك كل ما عليك فعله من الآن هو أن تخشى الله عز وجل مثل ما تخشى الناس وما تخشى أن يراك الناس عليه يجب عليك أن تخشى أن يراك الله أيضا عليه بل بالعكس يجب أن تخشى الله عز وجل أكثر مما تخشى الناس بكثير نسأل الله أن يرزقكم الأعمال الصالحة ويتقبل منكم ويسعدنا أن نطلق تعليقاتكم لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيع لنا لمزيد من العطاء والتألق